اكتر من 9 مليار شخص بالغ بيعانوا من زيادة في الوزن و600 مليون بيعانوا من السمنة في مختلف أنحاء العالم منظمة الصحة العالمية مش بس بتعتبر السمنة مرض ومسؤول عن أمراض أخرى زي أمراض القلب والأزمة القلبية والسكر لكنها أيضاً أدرجة السمنة كوباء عالمي وعامل رئيسي في حدوث الوفيات في السنين الأخيرة الخطر بيهاجم كمان الأطفال خصوصاً مع ترك أطفالنا فريسة للوجبات السريعة دراسة حديثة أجرتها منظمة راند الأمريكية غير الربحية كشفت أن الأطفال بيتناولوا حوالي 150% سعر حراري إضافي في الوجب الوحدة وده بيعرضهم لخطر السمنة المفرطة في سن مبكر ومشاكل صحية كتيرة مترتبة على السمنة المفرطة خطرها بيتضاعف مع الإصابة بيها في سن مبكر أهلاً بكم في الفيلم الملهم جداً إكس لارج فيه جملة في الحوار أنا بيعتبرها جملة علمية في ممتهى الأهمية لما كان أحمد حلمي العبقري الجميل بيتكلم العبقري الآخر إبراهيم ناصر اللي هو خاله في الفيلم الله يرحمه فبيقول له ما معنى أنت عايزني أععد عندك يا خالي والساعة اتنين بالليل في بيت الساعة اتنين بالليل بيحمروا فيه كبدة وبيعملوا فيه سجوء وعايزني أطلع إيه؟ عايزني أطلع تامر خجرس ده تعبير مهم جداً تعبير لأنه بداية الجملة أنه كان بيتستغرب أبوه أمه رفيعين هو طلق تخيل لمين؟ فطلق تخيل لخاله لأنه راح ععد عنده فترات معينة وهنا بدأ الإدمان وهنا بدأت الجرعة الأولى في مخدر مخيف جداً اسمه الأكل الأكل جزء مهم من المخدرات حالة قريبة جداً هقول لك على تجربة أنا مريت بيها جيت في أوقات وده عن قصد على فكرة قلت عايزة عرف يعني فاستفود بتعمل إيه بالزبط؟ حاجة بقى زي شغل المخدرات بقى اللي هو شغل جينام بقى بتاع عبقرية التمثيل زي يا أحمد زاكي قبل ما يعمل المدمن راح واخد جور عشان يجرب يشوف الإدمان ده شكله عامل إزاي؟ ده حصل فعلاً فعدت يومين ثلاثة آكل فاستفود في مطعم مشهور اكتشفت حاجة غريبة في كسمي أولاً طبعاً أنا بلعب كورة فمش هيأثر فيه قوي لكن أثر أثر اكتشفت حاجة كتيرة من ضمنها أن أنا في نفس التوقيت تاني يوم عايز أكون نفس السندويتش إدمان بقى جو إدمان هفهم الكلام ده النهاردة بالتفصيل مع ضيف العزيز القمة العلمية المتميزة والاسم اللامع في عالم جراحات السمنة الأستاذ الدكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة والمناظير الأستاذ بكلية طب جامعة إن شامس والمدير الواحد لجراحات السمنة المستاذ شوادي النيل وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا عضو كلية الجراحين الأمريكية والحصل على تصنيف جودة دولة في جراحات السمنة أهلاً بك أهلاً سهلاً بحضرتك أول مرة أعترف التجربة دي حقيقة دي التجربة عن قصد الحقيقة دي مشهورة أه يعني أن أنا حبيت أعرف فعلاً هل الفاص تفوت بس أنا كنت أعرف أن أنا هاطر أتغلب عليه يعني عد 3-4-5 أيام كل يوم أكل سندويتش هو طبعاً ده شغل طبعاً لما الوازن بيتحكم في الجسم مناعة الانسلين بتزيد وبالتالي الناهم بيزيد أكتر نمرة اتنين هو فعلاً فيه سر في الفاست فود فيه حاجة فيه سر لا أن أنت تاني يوم في نفس التوقيت قبلها بنصف ساعة تبدأ يعني دماغك تقول أنا عايز أروح أجيب بالسندويتش أيو فعلاً دحية ده حصلت معي بعد يومين تلاتة أنا قلت أجربه ثلاثة أيام زود ثلاثة أيام تانين بسبب أن أنا مش قادرة لا أنا عايز بتيجي موجة كده من الحاجات دي ويمكن أحنا ما نعرفش يعني الحاجات دي ربما يكون فيه خبر يعني الناس في التغذية أكيد فيها حاجات دي لأن طبعاً الموضوع ده فعلاً متكرر مع بعض المراكات العالمية اللي هي اللي هي المعروفة يعني ودي بتحصل معنا كلنا أنت بتبقى عايز فعلاً تكرر نفس القصة ولو فلت منك بقى الموضوع ودخلت في سمنة مفرطة الجسم فعلاً مش شاركة تاني لأن الكيميا بتاعتك بتغير الجات مايكروبيوتا نفسها بيموت منها جزء كبير جداً من المايكروبيوتا اللي هي البكتيريا النفع في الأمعاء المتحكمة في كمية الامتصاصة المتحكمة في هرموناتنا المتحكمة في الحياة بتاعنا لما تموت منها جزء كبير جداً التجارب العلمية الرهيبة اللي تعمت عليها وجدوا أن بعض الأكلات الفاست فود دي كلها بتموت بعض الخلايا بعض البكتيريا منها بدون رجعة وبالتالي متوليزم الجسم بتغير برضو بدون رجعة وبالتالي بتلاقي نفسك عندك صعوبة في أن أنت تنزل وزنك بعد الزيادة ويمكن دي لأينا طبعاً دي معروفة جداً أن أنت لما يبقى وزنك قليل لو عايز ننزل وزنك زيادة عشر كيلو فتعرف تنزلهم لما يزيد عشرين هتبقى أصعب لو زيت تلاتين هيبقى أصعب وأصعب ولازم هتعمل عملية لإنقاص الوزن لأن جسمك خلاص ما بقاش بتاعك الجسم خلاص الميتابوليزم بتاعته تغير الهرمونات بتاعته تغير فأنصح طبعاً البعد عن كل الحاجات الأكل الضار الاتجاه للأكل بتاع البيت حتى لو فيه يعني أكل البيت يعني العرف السائد أن أكل البيت اللي بتعمل في البيت مهما يكون غير صحي فهو أقل ضرراً من الأكل اللي برا مهما يكون فيه نسبة يعني عمول بالسامنة البلدي مش عارف إيه أقل ضرراً من الفاست فود بكتير بكتير طبعاً حتى لو أنت كلت كمية أكبر يعني مثلاً أنت عامل في البيت مكارونا بالبشاميل ومش عارف إيه وكلت حتة بطة عاملة إزاي ماشي ده كله هو كمية كبيرة ومش صح بس أهوى منك تاكل سندويتش من الفاصل فود آه مجموع من السموم الحقيقة يعني لا أنا نفسي عارف كان إيه اللي حصل لأيامها يعني العلم أكيدها مش هيستيب الموضوع ده لأنه أكيد بالدرس يعني الفرع الوحيد في الجراحات اللي فيه كلمة جراحات معتمدة وجراحات غير معتمدة الكلام ده أنا ما بسألوه يعني كلمة جراحات معتمدة ده حكرة عليك ونتم بس على الجراحات السمنة لا في العيون بسأل السؤال ده ولا في القلب ولا في اليوروليجي صحيح ولا في البروستاطا ولا في الامتنس ولا ولا في أي حاجة خالص غير أنت وزراعة الشعر خلينا أتكلم بقى كلام من القلب يعني عشان الموضوع جراحات السمنة طبع الحقيقة فيها علم كتير والحقيقة هو علم يمكن فيه بطريقة غير عادية دلالات اه وطبعا فيه برضو يعني فيه حاجات طبعا اتعاملت وأثباتت فشل رهيب والمفروض نحن نوع عنها خلينا نقول كلام بسيط لكل الناس تسهيلا للسادة المشاهدين يمكن الناس اللي عملت والناس اللي هتعمل يعني الناس اللي هي هتعمل المفروض تبعد عن بعض العمليات اللي هي خلاص يعني بطلت يعني زي تدبيس المعدة وعملية الفراشة وحزام المعدة يفضل برضو نحن نبعد عنها تدبيس المعدة محدش يعملها خالص احنا في مرحلة دلوقتي إعادة إصلاح يعني للناس اللي هم عملت تدبيس المعدة اللي عادين يرجعوا طول الوقت ومش عادرين يأكلوا حاجات صلبة وحاسين ان ده بسم العملية لا ده طبعا مش صح ده عملية انسدادية تماما تدبيس المعدة يجب إصلاحها يعني دي من العملات ومحدش يعملها بقى يعني الناس اللي هتعمل العملية مش حاجة اسمها تدبيس المعدة خلاص والناس لازم تفهم فيه فرق كبير جدا فرق مهول ما بين تدبيس المعدة وتكميم المعدة دي حاجة ودي حاجة تارية خالص طبعا عملية تدبيس عشان فيه ناس ممكن تنتبك عليهم الكلمة صح يعني احنا لازم نخاطب بأسلوب سهل جدا ان التدبيس هي عملية قديمة كانت تجرب الفتح الجراحي بطلت خلاص محدش يعملها لها مشاكلها التي يجب إصلاحها في الوقت الحالي يعني دي كلمة كده على تدبيس المعدة عملية تدبيس المعدة الطوارد دلوقتي بتعمل بالمنزار عملية اسمها الفراشة محدش يعمل برضو عملية الفراشة محدش يعمل عملية الفراشة لان دي برضو هي تدبيس معدة واصلحها من الحاجات الصعبة جدا جدا ان انت عشان تنازل جزء المعدة الصغير ده من الهياتس او من الحجاب الحاجز في منتهى الصعوبة وبردو محتاجة يعني مجهود جامد جدا جراحية حزام المعدة بطل لانه جسم غريب وغير فعال والحية ما بقاش ليه مكان في العلم الحديث يعني فمحدش برضو يروح يعمل حزام معدة فدي من العملات اللي هيا بطلت بقى محدش يعملها حزام المعدة الوقت احنا منشيله بنرميه حزام المعدة يتشال ويتعمل بعده او اثناء العملية تكميم معدة حزام المعدة يتشال وينقل عمل تحويل مصار معدة مصغر او تحويل مصار معدة كلاسيكي ده جزء كده محدش يعمل حاجات دي العمليات تانية اللي هي المصرح بيها اللي هي المتوافق عليها دوليا تكميم المعدة بتعمل بحرفية تشيل قبط المعدة ما تسيبش دقيق في المعدة ولا التواء قيم بس الارتجاع ما قبل العملية التكميم عشان يعني برضو لو عندك فتح يجب حاجز او عندك ارتجاع شديد يبقى تعمل عملية تحويل ما تعملش تكميم معدة وحقيقي ان عملية التكميم من اشهر العملات اللي هي في العالم بتتعمل بس محتاجة اشياءات محافظة كده من السكرات والشوكولاتات والأسكريم والمعجنات محتاجة لحافظة المحترم بحيث ان احنا نحافظ عليها الوزن ما يرجعش تاني حصل زيادة في الوزن بعد التكميم اعمل بقى حاجة تانية عادي جدا 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 ان انت ممكن تعمل تحويل مصار بعدها ممكن تعمل تحويل مصار كلاسيكي مصغر تقوم تقص المعدة تاني في المستقبل مش هحصل حاجة لكن وطبعا فيها يعني دلوقتي احنا بينا ان الجرحين بقى تتفنن دلوقتي ان احنا نعمل عملية تكميم من فتحة واحدة احيانا حلقة حوالين المعدة من اعطمو المعدة وممكن الناس تقول عليها تكميم معد للمعدل يعني اسماء كده بتبقى اجتهادى هي مش اسماء ع Everm ولا حاجة هي يعني ده تعديل اجتهادي من Deborah ان احنا ندي اسماء مش طبية يعني للعملية التكميم تسهيلا للشرح manage وتسهيلا على الناس ان احنا يفهموها يعني بصورة بسيطة مش مؤدلة بحاجة مفاجش اي wir eight paveلات هي تكميم عادي بس ندل波 signaling مؤمنة أكتر شوية ويمكن زيادة الأمان برضو في تكميم المعدة أن احنا ناخد طبقة الدهون خياطها دي وانت الفيكسيشن طبقة الدهون خياطها على المعدة تقليلا يعني زيادة في الأمان للسوشال لاينات يعني طبعا الدباسات أحيانا بيحصل منها مشاكل يعني يعني ما تكونش محكمة يكون بيحصل منها مستفاير أحيانا انت بقى احنا بنمشي روتين عندنا يعني بعمل الطريقة دي ممكن من حوالي أربع خمس سنين بثبت طبقة الدهون بفول سيكنس ستيتشز بياخدها بخياطها كأن هي كأن ما فيش دباسة أصلا وبالتالي بتدي كفاءة للمعدة أن هي بتتم الغلق عليها مرة تانية وزيادة في الأمان تمنع التسريب وتمنع النزيف وتمنع المشاكل وتمنع الالتواء لأنها فيبقى ثرد المعدة حواليها عملية تكميمة عملية بسيطة تتعامل في كل الأعمار تتعامل في كل الأوزان عملية محتاجة يعني مهارة شوية في إجراءها بحيث أن أنت ما تسببش مشاكل فيما بعد دي مصرح بيها عملية تحويل مصار المعدة الكلاسيكي بتتعامل من 1970 أو ما قبلها يعني ممكن بسنتين في 68 عملية جميلة بس هي طبعا لها بعض المشاكل على المجال بعيد أن طبعا هي عبارة عن وصلتين فبالتالي الوصلتين دول فيها شوية صعوبة جراحية بسيطة بالنسبة للجراح نمر اتنين الوصلة التانية دي عرضة للانسدادات المعوية في المستقبل بنسبة واحد في المية بيحصل انسدادات معوية في المستقبل عشان كده اللي عامل تحويل مصار المعدة كلاسيكي وجاله ألم في المعدة على طول يروح لجراح متخصص في السمنة عشان ده ربما يكون عنده انسداد معوي في الوصلة مش معنى كده أن احنا ما نعملهاش لأنه أحيانا بتكون الملازي الأخير اللي واحد عنده فتأ في الحجاب الحاجز أو عنده ارتجاع شديد مش عارف يعمل تحويل مصار المعدة مصغر تكون تحويل مصار المعدة الكلاسيكي الملازي الأمن وعلى فكرة احنا الناس لن يكون عارفة أن الأمريكان بيعملوا العملية دي يمكن تحويل مصار المعدة المصغر يمكن صراحوا بيها يمكن من سنة واضع أبروبر في أمريكا رغم اللي لعملها أمريكاني آه بس فهي الفكرة أنه تحويل مصار المعدة الكلاسيكي هي عملية آمنة تماما بس محتاجة حرفية شديدة فإن أنت تعملها تكون يعني عارف أنت بتعمل إيه فأنصح بيها لكل الناس اللي عندهم ارتجاع أنصح بيها للناس اللي عندهم فاتف حجاب الحاجز أنصح بيهم للناس اللي عملوا عملات سابقة ما لهمش حل تاني غير تحويل مصار المعدة الكلاسيكي يعني أعمل إيه واحد عنده فاتف حجاب الحاجز وعنده دقي في المعدة من تحت عنده بارة إسوفيجس عاي يعمل إيه بعد عملات التكميم الفاشلة السابقة لو تعملت بطريقة غير منتظمة أو بإجراحية مش مصبوطة يبقى ما لوجه حل تاني إلا هو تحويل مصار المعدة الكلاسيكي يعني دي بعض النقط اللي هي على تحويل مصار المعدة الكلاسيكي لازم المعدة بتاعتها تكون صغيرة معمولة باحترافية وتقفل فتحات بقى اللي هي تكون مستقبلا مكان للإنسادات المعاوية بعد تحويل مصار المعدة الكلاسيكي عملية مصرحة بها تاني تحويل مصار المعدة المصغر عملية جميلة بسيطة بس لا يمكن إجراءها في الناس اللي عندهم حمودة جمدة أو ارتجاع شديد في المريء لدرجة البارد أو عندهم فاتق في الحجاب الحاجز كبير دول حلهم تحويل مصار المعدة الكلاسيكي مش تحويل مصار المعدة المصغر هي ليست مصغر هي عملية ذات وصلة واحدة زي ما قلنا تحويل مصار المعدة الكلاسيكي وصلتين فتحويل مصار المعدة المصغر هي وصلة واحدة عشان كده بقت مصغرة لكن هي مش مضعفة مش ضعيفة يعني عشان بعض الناس بتقول أنا مش عايز أعمل تحويل مصاري المعدة الصغير المصغرة هي ليست مصغرة اللفظ ده اتلاق خلاص يعني الناس طبعاً باللوقتي بتحب أنها توصيفها وان انا سمودس جاسريك بواي باس بعد ما كان اسمها مني جاسريك بواي باس اه ابتدت تبقى تحويل مصاري المعدة ذات الوصلة الوحدة مش تحويل مصاري المعدة الكلاسيكي عملية بسيطة وقتها قصير يعني وقت بينجي بسيط وعملية قوية جداً في انقاص الوزن عملية مصرح بيها جداً يعني اه نيجي بقى على نقطة الشائكة اللي هي في بعض العمليات الانفستيجاشنو اللي هي العمليات اندر ريسيرش اندر ريسيرش اللي هي العمليات التي اللي هي لست مخلتش أبروفل دولي اعملها مفيش مشاكل خالص بس تكون عارف ان انت ايه شروطها وتعملها تصحيح المفاهيم المهمة جداً المحيطة سواء بالسمنة او بأساليب علاجها ده جزء مهم جداً من الثقافة اللي لازم نفهمها ونستوعبها بشكل كبير جداً في الفترة دي ضيف العزيزي الأستاذ دكتور كريم صابري أستاذ جراحات السمنة المفرطة والمناظر بكلية الطب جامعة عينشامس المدير لوحدة جراحات السمنة بمستاذ شوادي النيل زميل كلية الجراحين الملكية بانجلترا وعضو كلية الجراحين الأمريكية كان ضيفي كعادته المبدعة في الدكتور نورت الدكتور خليكوا دايماً مع الدكتور أنا محمد محمد عبد السلام مركزة محمد الشرقية قرية الأسدية والحمد لله رب العالمين بقى لي 8 شهور عامل عملية نزلت 53 كيلو فرج كبير وعمل معي فرج كبير في الحياة الطبيعية في المشي في النوم في الحياة كلها في طبيعة شغلي فالحمد لله رب العالمين أن أنا وصلت للوزن ولسه مكملين إن شاء الله لما نكمل السنة بعون الله هيكون فيه نزول أكتر من كده أنا عملت عملية تحويل مسار ووزنه الأول كان 158 كيلو ودلوقتي 8 شهور أصبح وزني 105 ترجمة نانسي قنقر أصبح وزني 10 شهور عامل شكرا